ليه? حبيبي. بتكتب حاجة? في حاجة? اه اه اه. نوحظات في المتش? بسجل حاجات اه. طيب. شكلها تابع حلقة حلوة. ازاي كرو? انا الوحدينا بقى العوازن اللي اسموجودين. بيدايقوك وانت بيتحلل كتب. لا اه ما بنلحقش يعني نحلل. انت عايز تاخد الحلقة لوحدك. لا عشان تعرف الناس اصلا بتوعود عشان تقع. يعني انت عارف اه التلاتة بيبقى طبعا فيه جدال وفيه شد ومجازب وبيخلي بحلقة حلوة وفيها ترندات. بس عايزين نوصل للناس. اه. التحليل بجد. عشان هم بيقعدوا يتفرجوا علينا. وفيه ناس بتقولك ايه ده ما بيحلوه ده بطلعوا يهرجوا بيطلعوا. فاحنا عايزين نعرفوا. بنهرج وندحك. لا دي ما فقاش احنا. فوقت الدلع. انما ساعة الجد. احنا الحمد لله رب العالمين احسن استوديو تحليل. لا هو فيه من نقطة برضو الناس بيتغيب عنها. احنا ان احنا نبقى متنشنين مش موجودة. بناء على الشخصات الموجودة كبتلعوا دمه خفيف. ابو الدهب دمه خفيف. عبا عبا عبا. كامونا دمه خفيف. وبالتالي. وإسلام. الى اسلام بيولع الدنيا. مش دمه خفيف. فبالتالي هو ممكن استوديو بس بيبقى احنا اه اكلنا قاعدين بنتكلم في الكرة بجد من غير اي اه تحفوظات او اي اه. كا اننا في شعر في بيتنا قاعدين من الكلام. بقى انت بتوصل للناس. اه اه اه. بقى انت انت يعني الاستوديو بتاعنا شعباوي. مش اللي هو بقى نظام الجرفاتات والمليونات. انت بتتكلم بلسان الناس كبتلع. احنا كلنا بنتكلم بلسان. عشان كده وصل للناس. تمام. الناس خلاص زيقت من. يعني احنا مسلا ما جلاش هنا في البرنامج وقلنا تمانية وستة وتمانية ونص وتعالى بص والكلام الفاضي ده. يعني برضو عشان نبقى بس منصفينة برضو ايدي. في ناس وحيات. طريقة مختلفة في. في ناس وحيات ربنا ما تعرف تمانية يعني ايه وستة يعني ايه واربع يعني ايه وخ. ده تمانية يعني ايا كبتل. ايه تمانية دي فين. تمانية اللي هو جان بالديفندر ايه باش. ده احنا احنا عارفين بص هما الناس. في ناس كتيرة هي واخدة على آآ هوف ديفندر او اتنين هفات ديفندر في واحد بيبقى قوي وده الطبيعي وده الطبيعي فانت توصلهم الكلام ده انا ما بقى هنقش في الدور ونقول لك لا لا هو الاهم يا كابتن هو انك اما بتيجي بتحلل وبتقول على شيء معين بتحصل او بيبقى ليك رؤية دي حاجة في اللي هيحصل في الفترة اللي جاء لا انت قريب من الناس لانك انت من الناس انت من الشعب يعني وطبعا من منطقة شعبية ده احنا كلنا يعني مش القصد كل فانت عشان كده المعلومة بتوصلهم بسرعة والكورة هي لازم كده اه طبعا هي اصلا هو لولا الجماهير والشعبية انت هتلاقي فيه كورة لا طبعا ما تعالش كورة لازم الشعب والجماهير وانت ليك محبينا كابتن وكابتن أبو الداب ليه محبينا وكابتن كامون ليه محبينا طبعا وكله طبعا وفيه برضو اللوة 8 أو 9 أو 7 صحية صحية بس ما نفهمش في الكورة زينا لا انت نجم كبير هي لازم فكرة ان انت العيب كبير ولعيب كورة كان يعني عالي جدا وبالتالي رؤيتك وفكرك للكورة اكيد لا ووصلها كمان للناس لان اكتر الناس اللي هي بتحب الكورة الناس البسطة صحية صحية طيب نفتي دماؤك